اشتركوا في القناة احبا حياك الله دكتور وسعودا بلقائك حياكم الله يا لكم مشاهدين ونتشرف بلقائكم يا مرحبا دكتور حلقتنا اليوم عن الكلمة الطيبة أيضا هذه الكلمة التي نحتاجها في حياتنا ولنبدأ هذا الحديث دكتور في هذا الزمن وهذا الوقت وتسارع الزمن بعض قد حتى لقاء بالآخرين سلاموا عليهم أصبح الوقت كما يقال عصر السرعة كما يقال فقد يعني يقل حوارنا مع الآخرين بحكم الانشغال وما يذلك ونذكر بأثر الكلمة الطيبة أن الناس دائما بحاجة لهذه الكلمة وهذه النصيحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ورداء به دائل يوم الدين أبدأ بسم الله مستعينا وراضي به ودبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى الحمد لله يعني الكلمة الطيبة ذكرنا أن الله عز وجل قال مثل كلمة الطيبة كشرة طيبة ونبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة سعادة وعبادة هي عبادة وهي سعادة فهي عبادة لك يعني لك أجرها عند الله عز وجل العظيم ويرفع الله عز وجل به درجة ويكتبك رضوانه يوم يلقاه وهي أيضا سعادة مع الناس المجرسة مع الناس الناس تحبك الناس تقبل عليك الناس تريد الذهاب معك والسفر معك وخدمتك وما شبه ذلك كلها خير كما طيبة كلها خير يعني في الدنيا والآخرة كذلك الكلمة الطيبة من أهم ما فيها أن الإنسان لابد أن يذكر بها غيره ويقولها كما ذكرنا للأب وتقولها للأم والزوج والزوجة تقال لكل تقال لجميع الناس للجار للجار القريب البعيد بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حيانا يقولها للأعداء كما ذكرنا عن لما قالوا السامو عليك فقالوا عليكم ولم يرد عليهم بسوء وإذا خطموا الجاهلون قالوا سلاما وهذه أيضا فيها وقفة دكتور مسألة حتى الرد لساءة الساءة لا ترد مثلها نعم لسان لا يرد السوء بالسوء قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن إذا الذي بينك وبينه أداوت كأنه ولي والحمد اليوم قعد أسأل فيها واحد يقول لي يقول جاني شخص ما بيني وبين أشكال ما أحبني ولكن قلت عز وجل خلني أقول لها كلمة طيبة وخلص خلص خلني أبي يروح نعم يقول من بعدك الكلمة الطيبة التي قلتها لا أدري كيف الكلمة الطيبة الذي قال له بس يقول كلمة طيبة مثلا إن شاء الله خير وبشير باللي تابعه منها الكلمات الطيبة يقول بعدها سبحان رجال تغير بصاري الأفضل الأحسن أثرها الكلمة من أثر الكلمة بسيطة فالإنسان لا يزدري الكلمة بسيطة الكلمة بسيطة طيب كما قلنا حق أولادك تغرس فيهم إلى الدام 20-30-500 سنة العمره كله الموجود فيه هو عندها الكلمة الطيبة في نفسه نعم محفورة في قلبه بعكس الكلمة السيئة التي ترد المهالك ولا فائدة منها بل خلك دائما كلمك طيب حتى سبحان الله من لأداء الدنيا الكلام الطيب لذاء الدنيا لذاء الدنيا حتى في الآخرة من النعيم في أشياء في الدنيا تزول لكن هذا الكلام الطيب يوقف في الآخر وقبل بعضهم على بعضين يتساءلون قال قائلهم مني كان يقرر وقام تكلمون وما يكدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وما صبرتم كلام طيب هذا السلام نعيم حتى في الجنة الكلام الطيب من النعيم لا يسمعون لغو فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما يعني اللغو نقيض اللغو اللغو نقول لي هو الكلام الطيب الكلام الطيب الكلام الطيب هو من نعيمها الجنة وإضافا في الدنيا نعيمته وإذا عاش الإنسان في الدنيا نعيم دائما تروح الآن أوقات الشتاء والكشتات والطلعات والناس تجمعوا في المخيمة لما تجسم الناس كلما كلام طيب لا يوجد سلبية على عكس النريمة والغيفة وطعن في الناس الله مستعد وإن مسلم يقول هذا هو الجنة قتعت صحيح ولو تشوف الأخلاق السيئة ذكرها الإسلام تجد أكثرها في الكلام إذا كان نبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد أمسك عليك هذا الله أكبر قال يا رسول الله وإننا مؤاخذون بما نتكلم به مورد الإنسان أو قال وَهَلْ يَكُبُّوا الناس في النار على وجوههم أو قال أنا من آخرهم إلا حصائج يعني لسانك 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 اجتماعي بطبيعة لا يستطيع لك حتى تقول أصمت على الكلام ما يقدر فهذا متكلم متكلم وعضاء الإنسان تستعيد من اللسان نعم كلها تكفر اللسان إنما نحن بك الله أكبر أستقم تستقم وحديث فيها كثيرا فالجانب الكلمة السيئة كثيرا تفاصيلها لكن تلاحظ الشريعة كلها هناك نسبة كبيرة منها من أخطاء الإنسان في الكذب من الكلمة السيئة النمي و الكلمة السيئة قول الزور شهادة الزور غيرها كثيرا تفريق بين الناس حتى سوء الخلق يظهر بلسانك بلسان يعني اللسان مغراف العقل الفكر كما يقال نعم يخرجها بداخلك فكلما كان إنسان كلام الجنين ما كان إنسان كلام الحسن هو يسعد ويرتاح أيضا إنسان يسعد في الكلام الجنين و المشاكل الدنيا نعم كما نقول لك كلمة سيئة و ذاكة كلمة سيئة و تصيرت تطور إلى خلاف و إلى أشياء ندشيت المشاكل صحيح نعب نفسك و بهذرت نفسك و بالأخير على كلمة صحيح بادر بكلمة طيبة بادر بكلمة جميلة تكون سعيد في حياتك و مفتكة من كثير من الأم فالكلمة الطيبة قلنا للناس كلهم للجار القريب البعيد زاعد أن الكلمة الطيبة لأولادنا أكدت حاليا كثير من مرة لأن أولادنا يعيشون مشاعر جفاف جفاف المشاعر جفاف العاطفة أيضا الكلمة الطيبة ترى لها ميزان لا تغرق ابنك أو قريبك في المشاعر والثناء و المدح إغراقا ولا تكون جافا هناك إغراق عاطفي وهناك جفاف عاطفي خليك وسط جميل يعني كلام جميل و كلام معقول لكن بنفس الوقت أنه يكون حقيقي يعني مدح كل الإنسان فيه ميزان و فيه أيضا عيوب لا تركز على العيوب تكون كالنحلة ترى الشهد والورد لا تكون كالدبابة ترى الجروح يعني مشهور الكلام هذا لكن تركز على الشيء الجميل فيه و مدح بميزان و بعقل نذكر مسألة مهمة الإنسان يجب أن يعيها دائما أن الإنسان يعني بطبعه الإنسان يعني كونه بشر و يعني يشعر و يحس و تضايق و يحزن و يفرح يجب أن يعرف الآخرين أن الإنسان يتأثر بهذه الكلمة يعني لا تلقي هذه الكلمة حتى لو ما بالمزاحة الإنسان المقابل لك يتأثر و قد تحصل قطيع بينكم بسبب هذه الكلمة لم تحسب لها أثر دكتور فيها الجانب لأن ضريت الشخص هذا صحيح يعني نجيها إن شاء الله إذا بغيت يعني الكلمة الطيبة طيبة في لفظها الكلمة طيبة في معناها طيبة في مقصودها طيبة في طريقتها أداء من شهد قبل قليل و إذا مروا باللقوي مروا كرامة في الخطم الجانب و قالوا سلاما في هذه السلاما و إذا خطم الجانب و قالوا ليس كيف سلام البداية و السلام الترحيب نعم يعني سلاما من باب الانصراف و عدم و إعراضا عن الشرق إذن السلام مراتب و درجات ما تفضلت لها طريقة من فضلت كلمة طيبة لها طريقة صحيح أي اسلوب و أي كلمة لها اسلوب معين لها نبرت صوت صحيح و الإنسان يحس طريق و الناس تحس من قلبه كله حتى تعبيرك و وجهك و تعبيرات الجسد تؤثر في الكلمة الطيبة صحيح فالإنسان يراعي هذا الأشياء يعني مراتنا نمر على ناس كثيرا السلام عليكم و السلام جفافة ساكل و طيب بنبرة و طيبة نبرة و طريقتك طريقتك سلوب اتسامك وجه حسن يعني البشوش يؤثر لا شك بشكل كبير فالكلمة الطيبة و مراحل مستويات و درجات من ضمنها من معاني الكلمة الطيبة الإنسان يلقي درس كلمة طيبة يعظ طيبة ينصح يذكر يبارك في فرح في عرس في مناسبة كلها كلمة طيبة يعز كما ذكرنا يواسي مجروح مكلوم فاقد شخص كلها كلمة طيبة دين الإسلامي و الشرع يعني وضع أجر عظيم على هذه الكلمة الطيبة حتى يعني إذا لك صديقة حتى أي أخ مسلم وقع في مصيبة هذه التعزية له حتى الدين الإسلامي وضع صيغة هذه الصيغة تكفل له هذه المواساة والتخفيف لله ما أعطى الله من أخر يعني حتى هذه التعزية في السنة من شيء نهاء أن تخف على هذا المصار أصنعوا لي آلي جعفر أنهم تعملون في تخفف عليهم وتكلمون كلمة طيبة طبعا التعزية حتى لغير المسلم حتى لغير المسلم لكن المسلم تدعو للميت بالرحمة إذا كان توفي مسلم تدعو بالرحمة لكن غير المسلم تواسي تعزي بكلام عام يعني من غير ما تدخل في الرحمة للميت إذا كان الميت توفي كافرا أذكر أن تسمع لدينا الفاصل و أكلم معك شكرا إذا أحبتنا فاصل و أرجع لكم في اللقاء على فراخ لكم معنا عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض و أشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض و أشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار أصولوا بشق تمرت فمن لم يجد فبكلمة طيبة حياكم الله و الأحبة الكرام من جديد في برنامجكم لقاء الأثار جعنا معكم أن تواصل الخير و المحبة في هذا البرنامج و هذه الحلقة عن الكلمة الطيبة و أرحم من جديد بضيف الفاضل الشيخ الدكتور منصور عبيد العجمي حياك الله دكتور من جديد و سعداء بالقاعد حياكم الله و رحمة الله و سعد الله و اعلان دكتور في مسئلة مهمة عن الكلام الطيبة يعني كنتُ لا تكلمني عنها نناك قبل الفاصل نسميها أنواع مخفية لكن تعتبر من الكلام الطيب و نستخدمك أمثل على دكتور انواع كثيرة من الكلام الطيبة كذب ذكرنا عن درسو الكلامة و الموعظة و النصيحة أيضا من الانواع المخفية من الكلام الطيب هي نقل الكلام الطيب للناس و الله صمت عنك كلمة طيبة مرات الناس يقول كلمة السومة سموها يقول عنك كذا أنك موزيل إذا كلام موزيل ينقل على الظور بسرعة يقول حتى واحد من السلف جاء رجل فقال إنه فلان قال فيك كذا وكذا قال أهو مجد الشيطان ورسولا غيرك مرسال بيني وبين هذا حتى واحد ثاني قال أنه أصابني بسلام فيلم ونقلته إليه الله جميل فالكلمة سيئة مسموعة ونبولة و هذه اللي نقلها طبعا يعتبر نمام لأنه ينقل الكلام بين الناس بغسل الأساد بينهم بالعكس من ينقل الكلمة الطيبة فلان ترى يذكركك بخير فلان أثنى عليك المجلس فلان يقول عنك ونعم فلان يحبك فلان يتمنى شوفتك أنت توجر عن نقر هذا لا شك تخيّدك مثلا بين أقارب بين الزوجة و زوجته تأتي مثلا أختك و تقول لك الزوجة تقدم دحك و تثني عليك و الزوجة يأتي قريبة و يقول الرجل الشمدي حتى يذكركك بخير يا سلام صورك طيبة الأب و الوالدين عندما يقول لك أبوك يثني عليك تستانس تفرح تفخر يقول لك شيخك و معلمك أستاذك و الوزير الفلاني الأمير الفلاني السلطان الفلاني يكون عندك شيء عظيم دكتور يمكن قيمتها لا يمكن بل أكيد قيمتها تعلو التكليل المادي سأكون أثرها عليك طبعا عند البعض طبعا يعني هي تكون لها قيمة معنومية كبيرة جدا صحيح هذا عند البعض و ما عندك طبعا عند البعض لكن إنها قصدينها مؤثرة و إنها نافعة و إنها من لذائذ الدنيا و الآخرة نعيم 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 مقيم تقعد مع ناس كلامهم حلو كله تقعد مع ناس سلبيين و مصيبة بتصير و في حادث صار و في بيت احترق و في جريمة و قالها لك الناس هو و قالها لك الناس تتكلم يا أخي بشياء مفيدة سواء بأمر ديني بأمر دنياوي بأمر نافع للنفس صحي اجتماعي فائدة قل خير و أصمت فهذه سمع الله الكلمات الطيبة أيضا من الكناة الطيبة نذكر مسألهما على المسألة هذه مسألة النوع المخفية طيب إذا أنا نقل بقصد الإصلاح بين الناس هل يعتبر ذلك كم الكلام الطيب ولا أمر آخر هذا أعلى أعلى إذن قالت أنا أنت قلت كلمة طيبة عن شخص لا قصد ذلك شخص لم يقولها لكن قالت لي كيف يصلح بينهم في الاصلاح بين الناس كان في مشكلة بين شخصين حاولت تصلح بينهم قال يسلم ليس الكذاب الذي يقوله خيرا أو ينمي خيرا مثلا قلت كلمتين ثلاثة أنا زدت عليهم زيادة هذا النمية الخير زودته أو قلت خير والله فلان دائما يذكرك بخير وانتو ناس حائلة وحدة وانتو ناس ربيع وكذا من الكلمات الطيبة التي تنفع في الإصلاح بين الناس يدخل لك الطيبة إلا من أولا بصدقة أو معروفة أو إصلاح بيننا أو إصلاح بيننا وفي ذلك ابتغام الله بسوفة ومتيهة أجرا عظيمة فمن هذا من الأشياء العظيمة أيضا من الكلمات الطيبة المخفية عندنا أن الإنسان يقول كلمة طيبة في حق دينه إسلام في حق الوطن ولي أمره ووطنه ولي أمره صحيح يقول دائما أنحنا نسمع نصرة الدين كلمات سواء عن الدين هذا شيء معروف ويلقيها بسهولة يقول الأمر هذا الله مستعد ويحسبوه نهيرا وعند الله نعم صحيح فإنسان يثني على دينه وإسلام وينشرح حولنا هذا من الكلمة الطيبة أيضا كذلك من الكلمة الطيبة أنك تثني على بلدك صحيح والدفاع عنها يعني الآن ليش هنك إلا نظرفنا سلبية ما أسأبوا كذا ما أحطوا كذا ما أجابوا كذا هذا الدعا لهم والدعا لهم صحيح نذكرنا ما أقول لك أنك تبالغ في شيء غير موجود نعم لكن نذكر الشيء الموجود صحيح جزاهم الله خير سوا وكذا الدعا لهم بارك الله فيهم ما قصر الشخص الفلاني الجهة الفلانية ما قصرت الله يبارك في جهودهم يقال أن كيف تعلم وفاء الرجل يقال وفاء الرجل بحنينة الوطن ودفاع عنه هكذا يخرج يقولون أن الكريم لا ينسوا دادا ساعة صحيح ينسوا دادا لحظة دادا لحظة صحيح فكيف سوت وقدمت أخي تذكره بشيء تذكره طيبة تذكر شيء إيجابي يجعلنا استفائل لماذا نحن دائما في الجانب الآخر لا أيضا العلماء المربين المعلمين نحن دائما قدامنا نحن دائما نحن مدرسين ليس جيدين صحيح تقلل قيمة تغرص ثقافة في نفسنا سبحان الله كذلك مثلما ذكرنا العلماء وغيرهم أمة الدين وكذلك ولاة الأمر نذكرهم بالخير صحيح يقومون مجالات الجيدة الجميلة يقدمونها هذا كل ما يدفع الناس للخير صحيح ليس فقط مجرد أن يقول كلمة طيبة فيها أجر يدفعهم للخير كيف يدفعهم للخير الآن عندما يأتي سأقوم بمشروع أو أدي عملي في وظيفة وكل اللي قاعدة أسمع بالمجلس بالدوانية بالبيت نظرة سوداوية سأقوم بمشروع سأقوم بمشروع لا مرازم حتى الشغلة سأقوم بها أي شيء الدنيا كلها غربانة لا لكن إنسان من قالها لك الناس هو أهلكهم إنسان يبادر يقدم شيئا ويمدح ويثني بما هو موجود ويدعم مبالغة وأنت ذكرت قبل قليل أيضا مسألة مهمة يعني التحذير من خطر اللسان يعني في حديث أيضا يذكر أثر اللسان ذكرني في إديتور المنفق سلعته بالحليم بالحلف الكاذبة يعني هذا أيضا تحذير من حتى من اللسان وخطره على الإنسان طبعا اللسان خطره كبير لكن إنسان إذا استخدمه في طاعتي راح يشهد لك يا موقيا كل الجوع تشهد عليك أو لك يا موقيا فلسانك استخدم يشهد لك والله عز وجل يقول ما يلفظ من قود إلا لديه رقيب العتيد كل كلمة مسجلة صحيح فإذا كان كله جميل كله أجور حسنا صحيح نعم كذلك من أثر الكلمة يقول عبد الله ابن الإمام أحمد الحمد تخيل إمام أحمد الحمد إمام أحمد الحمد إمامه للسنة والجماعة في زمانه ولا زال من إمة الحديث و من ذاهب المعروفة يقول رأيت أبي كثيرا ما يدعو لشخص دائما يدعو حق هذا الشخص فقلت يا أبي من هذا فقال هذا الحداد قلت و ما شأنه ذكر له قصة طويلة من ضمنها قال هذا أبو الهيثم الحداد قال ما هي قصته قال لما كانت فتنة خلق القرآن الإمام أحمد قصتها طويلة و أن الوالي و الخليفة أمروا الناس بأن يقول أن القرآن مخلوق و ليس كلام الله عز وجل و كان يقول أن القرآن كلام الله عز وجل بالأدلة حتى يسمع كلام الله و غيرهم الأدلة بالمهم أن الإمام أحمد الحمد دخلوه السجن و أراد أن يضروه بالسياط فإنسان طبيعي يخاف من السياط و الضر فجاء أبو الهيثم و يقول يا إمام أنا سارق يقول أنا نص سارق و أنت إمام السنة و الجماعة إمام الدنيا أنا أتحمل في سرقتي و في دنياي هذه السياطة و قد سجل لي في ديواني الخليفة خمسة عشر ألف صوت في السرقة و أنا أصبر عليه لأجد الدنيا و أنت إمام السنة و الجماعة تصبر على دين الله عز وجل و كتاب الله يقول فثبتت كلمة خرج من سارق من سارق من سارق و من المنصوح إمام محمد إمام محمد و لا زال ما ننفعته هذا الشخص لا زال إمام أحمد يد ولوه في الرحمة والمرخرة سنين طويلة لهذا السارق و أحيانا ذكوري هذا يبيل لك أن هذه الكلمة التي قد تخرج من شخص لا تحسب حساب أولا لا يظن الله هي السبب هذا الشخص هو من الله عز وجل نعم و يعني بهذا السبب أرسل لك لا شكرا نعم نعم بالنسبة لي أخي نقول موانع الكلمة ما الذي يمنع الإنسان إن يكون لسانه طيب و حسن و صاحب الكلمة ما الذي يمنعك ذلك معنى ذلك يعني أنا أقول لك هي أمر سهل ذكرت الأجر هي عبادة هي سعادة أمر سهل والله يعني مجرد أصوات وتعليق شفاه لا 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 يمنع الناس و نعم ما يمنع الناس كلمة بسيطة ما يمنع الناس في أشياء كثيرة في أشياء دنيوية خاصة بالشخص شخصية في أشياء دينية فهم خطأ للدين أشياء الشخصية كثيرة يكون كبير و لا يستهل أقول لك من هذا و أحيانا يكون غيرا فلان ناجح نجاح عادي ما يسوي ما يجعله ما يجعله أحيانا يكون شخصية هذه شخصية كثيرة و لا أدخل فيها لأنها متشعبة و كثيرة لكن سنستعيد بالله منها لكن الإشكالية إذا كان الشخص لا يقبل كلمات جميلة بسبب نظرة خاطئة للدين أيضا بالدين في الدين تقول لي لماذا لا تقول كلام حلو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت أنا جاء فأنا بصمت ما العلاقة نقول لي من صمت عن الشر من صمت عن المنكر من صمت عن كذا صحيح لكن الصامت الساكت عن حق شيطان نقرس يقول لك الصحابي ذاك لما قالوا عن أحد الصحابة الصحابة قاعدين و أحد قال يا رسول الله حبسه و برداه و النظر فيه يعني جاء همت الدنيا و قاعد فقال الصحابي ثاني لا والله يا رسول الله بئس ما قلت يقول الله أحو والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيره الله أحو و دافع فقال كلمة حق بعض الناس يحظن أن حديث من صمت نجا أو بعض الكلمات مشهورة كان الكلام من فضة في السكوت من ذهب السكوت عن الباطل السكوت عن شيء ما ينفع السكوت عن اللغو لكن الكلام في الحق والخير والنفع هذا كلها لك أجر أيضاً إسمح لي أن أخذ فاصل و نكلم معك إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى إذن أحبتنا فاصل و أرجع لكم في لقاء على فراخ حياكم الله يا رحبة الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على فراء و أرحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ الدكتور منصور عبيد العجمي حياك الله الدكتور من جديد شيخ مصور يا مرحبا قبل الفاصل توقفنا عن مسألة مهمة ما الذي يمنع الناس من قول هذه الكلمة الطيبة الحسنة مع أنها يعني يفترض أنها يسيرة لكن لا شك أنها هي توفيق من الله عز وجل للناس لكن إذا هناك يعني ذكرت الكلمة أن هناك مانع قد يكون مدخل شيطاني على هذا الإنسان أنه يتم التلبيس عليه أمس عليه كل شبهة شبهة ينظر الإنسان بعض الحديث في الدين يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم و الآيات يظن أن الصمت أفضل أو عدم المده هو الأفضل من ضمن الأشياء التي تمنع الناس الحديث عنه وسلم يعني إذا رأيتم المداحين فإحثوا في وجوههم التراب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح سيقول لك خلاص المدح ليس زيني و كيف نرد إليه تذكرت نقول هذا حيث رأوا مسلم والإمام النووي يشرح مسلم و مع ذلك قال المقصود في الذنب هنا المبالغة والكثرة المبالغة والكثرة يعني لا يكون لهد شخص بخير وتقول عنه كريم كذب أو شخص كريم وتقول أكرم واحد في الأرض أنت بالغت مبالغة زائد الاستمرار و كثرة من إشكاليات المدح أو الثناء عموما أننا نثني على الشخص الذي لا يستحب شخص صاحب وجاه صاحب مكانه يريد مننا شيء فلا قاعدنا مدح و الثناء ليس بصدقي علينا مهار فهذا هنا الفرق أيضا بين الحمد و المدح أن الحمد يكون لا تري شيء من هذا الرجل فلنت تحمده بها الجانب الحمد يشمل أشياء كثيرة المدح شيئا فيه المدح تمدح الله عز وجل تتثني الله عز وجل وتحمده بما فيه سواء أعطاه أو أعطاه الشكر مقابل أعطاه المدح على شيئا المدح مخافة أو تريد شيء من الأمر أحيانا حسب الله فقلتك أن الإمام النووي عندما شرح حديث هذا بمسلم قال مقصود في المجازة في المدح أما ما كان مدحه يحث على خير أو يحث على خير أو يشج على أمره النافع في أمر دين و الدنيا صحيح أنك قلت لنا كلام و نقلت لك كلام طيب و نقلت لك فهذا كل مما يثني عليه أحيانا قلتك هذا الإشكالية أن يكون سبب عدم انطلاق الناس من المدح والثناء والشكر هذا السبب وأحيانا من سباب الشخصية يضم بعض الناس إذا لم يزحته يعني يكسل مثل ما نقوله بتراخه و لا يجدلت سبحان الله طبعا في مثل يقال يقول أن الرجل لا يمدح هذا شيء من ثقافتنا أن الرجل لا يمدح زوجته قال إذا شاف نغلاها نرحا وراها فإذا مدحتها خلاص تقفاص كافي وتقعد فهذا ليس صحيح لكن إنسان يمدح بالمعقول يمدح بالشيء الموجود يمدح على لباس يمدح على كلام طيب يمدح على فعل جميل يمدح على كل ما كان في أمر يتعلق في الخير في الدنيا والآخرة كان أفضل نعم فالنسان يثني هذا الأشياء هذه الأشياء التي تمنع الناس من الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة مثل ما ذكرتك أنواع وأمور طيب في مسألة مهمة كانت طيبة يعني قل ما نسمعها صراحة بعض الناس هي أيضا عدم الإنسان الأموات بخصارهم الحسنة يقدمون سوا من علماء حتى ولات أمر توفاهم الله كل من له فضل عليك من باب الوفاء والكلمة الطيبة أن تذكره بكلمة طيبة يعني الكلمة الطيبة حتى الأموات حتى الأموات ليس الحياء يعني الحي يقولها كلمة طيبة سواء مسلم كافر صغير كبير ما رأى رجل كلهم يكونوا كلمة طيبة ومع ذلك الأموات الحياء هي حق المسلمين حق نتسلم عليه وتشمي حتى التشميث كلمة طيبة سلم وشمت وبر القسم إذا أقسم شخص عليك دعاك وعيادة المريك كلها ليش الله أكبر لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أو لديكم أشياء إذا فعلتموا وتحالتوا أو سلامة بينكم فكل هذه الكلمات غاية أن نكون في محبة بين الناس نعم غاية أن نكون في صفاء بين الناس قلة مشاكل قلة خلاف صحيح ذكرت لك الكلمة الطيبة للأموات نعم كيف كلمة طيبة للأموات جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب والأموات يتأذى الأحياء لا تقول كلمة سيحة على الميت الله أكبر كيف كافر يا رسول الله لا تكافر لا تسبه لأنه يتأذى الحي الله أكبر كيف ذلك كيف يتأذى الحي بالميت يتأذى الشخص مثلا سواء كان كافراً أو عاصياً أو مذنباً يقول في الأموات اللي كان فيه كذا وكذا إذا كان قريباً تتأثر إذا كان ولدها أو كذا يتأذى صحيح كنت تسب الأب أو أخوي صحيح 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 كذلك لا تسبوا الأموات وتأذى الأحياء وكذلك أيضاً تذكروا محاسنة موتاقبة صحيح يعني الميت لها أكيد مساوة لا يوجد إنسان لا يوجد مساوة لكن يذكر محاسنة لا يستفيد ذكرت مساوة كان يفعل وكان يسرع بعدين لا يستفيدنا أي شيء لكن يذكر حدث فعله شيء جميل قدمه أيضاً يعني الأحياء للبقية يكون تدون في فعله الطيب كذلك أيضاً يكون نفع للناس من أنواع الكلمة الطيبة الألقاب الحسنة جميل هذه الأكس تذكر هذه مسألة مهمة حتى في شر الإسلامي أن نبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت في السنة صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مثلاً الصحابة بشر هناك مخطأ نعم لكن نبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا يوماً كما سمحنا العيارة ما قال فلانا في كذا ما قال فلانا في كذا كل واحد عنده عيارة صحيح يا أنا وأبنا أبو راس وواضح أخوالي خطأ الأعرج الأعور الصفات صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كان نحيفا ضعيفا ما قال فلانا أنه ضعيفا صحيحة كان صفة بوكر الصديق الصديق عمر الفاروق خالد سيف الله المسلوب كلهم رضي الله عنه أبو عبد الجراح أمين هذه الأمة حتى وصف أحد الصحابة جميلة نعم وصف أحد الصحابة بدقة جسمي أنه صفة حسنة جميلة كان لا أذكرها لكن نبي صلى الله عليه وسلم صحيح بأسماء خلدت إلى اليوم الله أكبر ألف ورمائة سنة أبو حفص أبو حفص يا أبو عمير جاء حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الطفل الصغير صحيح حصفور عندنا وعنده محتم فيه النبي صلى الله قال يا أبو عمير ما فعلنه غير الله أكبر يعني الرسول عندهم والأمة والجهاد مع ذلك يا أبو عمير كنية ما فعلنه غير نعم فكنا نقول فيه الكنية وفيه اللقب الكنية أبو فلان من البطل القوي الشجاع الكريم الصفة وفيه الأسماء الأسماء جميلة طبعا من من ضمن الأسماء من ضمن الكلمة الطيبة تعتبر أن تسمي ابنك أو ابنتك كأسم جميل صحيح بحق النقيم هذه من أجمل هدايا الله من الأب إلى أبنه صحيح هو الذي يدعى به طول حياته بعد وفاته صحيح ويخلت في أولاده صحيح ويدعى فيه بالجنة نادوا فلان فلان بأحب أسماء التي كان يسمى له بسبب كلمة جميلة صحيح وزاعدنا أن أتفأل نفس السلام عندما سأله نعم فقال كلمة الطيبة يسمعها الرجل يعني أو يسمع أحدكم فهذه من أهم الكلمة الطيبة الألقاب الحسنة أنك تلقب شخص بكلمة طيبة وتختار أجمل كلمة الحب موظف عامل شخص بسيط يعني لماذا دائما الألقاب السيئة أو الألقاب مهيزين تذكر الآن في هذا الوقت وهذا العصر الآن يعني نقضي أوقات كثيرة للأسف على وسائل التواصل كما يسمى نقرأ فيها كثيرا يعني هل هناك أيضا تطبيق فيها للكلمة الطيبة إنسان ممكن أن يؤجرع الكلمة الطيبة في هذه معنى كتابة نعم لا شك الكلمة طيبة سواء في وسائل التواصل سواء قلتها كلمة أو كتبتها أو رسالة أو رسالتها بين شخص كلها لك أجر عظيم حتى في الواتساب و حتى تواصل مختلفة لذلك يقيل لا تكتب بك فيك غير شيء إن يسرك أيوم القيامة أنت راه لا تكتب شيء يعني لا يختلف وسائل التعبير سواء منطوقة أو مكتوبة نعم سواء كانت مكتوبة أو منطوقة سواء كانت فيديو لايف سواء كانت رسالة عادية ترسلها صوتية عند الله عز وجل فهذه نوع من النواع الكلمات الطيبة من أعظم الكلمات الطيبة الدعاء الله من أعظم الكلمات الطيبة جميل أن تدعو لهذا الشخص تدعو الشخص إذا كان بعض السلف يقول فلان و فلان كنت أدعو لهم كل ليلة أسماء معينة أما علماء أما أب وأم أما أقارب أما جيران أما كذا أدعو لهم سبحان الله فالدعاء أفضل كلمة طيبة وبعضهم كان يقول كنت أدعو لبعض الناس لأن الملائكة كانت تقول لك المثل كنت أريد دعاء الملائكة لكي يحصل على الأجر العظيم سبحان الله يقول لا تدعو بدعاء إلا قاتل ملائكة همين ولا كمثل حتى قال نبي صلى الله عليه وسلم ما من أحدكم يدعو دعاء إلا استجيب له أو أعطاه الله عز وجل أو منعه مثله أو منع معنه من الشر فلا أحد الصحابة إذا نكثر إذا الجديد الموجود هذه الطريقة نكثر يا رسول الله قال الله أكثر ما هو أكثر فالدعاء من أجمل الأشياء تقول ذي سمح لي فاصل ورجع معك إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياك أحبتنا فاصل ورجع لكم في لقاء لفاخركم معنا يظهر الإحترام على صورة كلمات رزينة ولطيفة عند التحدث مع الآخرين والتعامل بالأخلاق الكريمة ومعرفة استخدام نبرة الصوت المناسبة التي تعكس مدى احترام الشخص للطرف المقابل حياكم الله والحبة الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على ثلاثة رجع معكم لانتواصل معكم إن شاء الله دائماً على خير المحبة في هذا البرنامج وهذه الحلقة عن الكلمة الطيبة رحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ الدكتور منصور عبيد العجمي حياك الله لسوء من جديد يا مرحبا فعلاً هذه الكلمة الطيبة في هذه الحلقة كلمتنا نجزاك الأخير وأثريتنا معك وجعتنا فيها أن نعيش في رحاب هذه الكلمة ونحن بحاجة دائماً لهذه الكلمة هذه الحاجة بلا شك أنها أيضاً مؤثرة وتصنع شخصيات مؤثرة في هذه الحياة هذه الكلمة الطيبة نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم يعني الكلمة الطيبة تنفع في كل مجالات الحياة فالإنسان دائماً يتكلم بكلمة طيبة مع أقاربة مع أرحامة كما ذكرنا حتى مع أولادك مع أولادك يا أخي عبر عن مشاعرك صحيح يقولون المحبة في القلب كل حطر في الزجاجة سواء قريب أب أم أخ أبن كل حطر في الزجاجة إذا ما رشيت منها لا أحبين حطر صحيح فإذا ما طلع منك كلام جميل ما عبرت عن مشاعرك ماذا نعرف أنك تحبهم أو ما تحبهم إذا كنت دائماً ساكت وصامت صحيح صحيح لماذا تستمر؟ نعم فعلاً هناك مقولة مهمة صراحة أردنا حتى المرسلين الكرام يعرفونها ويرفزون عليها في تعامل مع أبنائهم أهم طريقة للتأثير في شخصية الأبن في البيت أن تكون مستمع له أن تباتل الحوار الكلمة الطيبة الشجعة هذه هي الأفضل وسيلة لتربية هذا الطفل وتصنع منها إن شاء الله تعالى حتى مستغل شخص مؤثر في حياة إن شاء الله هذه الكلمة الطيبة إذا غرستها في ولدك وحوارك صحيح أو أدبك في استماعك الحوارة وطريقتها وكلامها حتى لو كانت طفل صغير ننزل مستوى أيضاً من الأشياء الجميلة اللي قلنا لها سبساني يعبر يقولون متفارغاً متفارغاً نعم كتابك كامل عن موضوعك كبير لكن مختصر الجزء اللي تهمنا أني يا أخي الكلمات اللي فاترك قولها تنطر يا أنت بتروح يا ولدك بروح يا فلام بروح بعدين تقول يا ليتني قلت الكلمة اللي كنت بخاطر يا ليتني قلت لها الكلمة الجميلة والله حاصلة تكبرت لماذا؟ كان أريد أن أقول فلام صحيح لو قلت الكلمة مرتاحة كل الكلمات اللي بخاطرك وجميلة يعني فرغ كل شيء فرغ الجميلة قولها يا أخي عشان ما تندم عندك كلمة تنصح فيها أهل مسيح تنصح فيها بدوانية مجالسنا مجالسنا يقول كلمة يا أخي لا تخسر عن شيء مجالسنا دكتور مجالسنا مجالسنا يبيلها كلام كثير لكن مختصرها أن المجالس لها أدب و لها حوار و لها طريقة تستمع منهم استمعوا منك تحدثهم فالكلمة الطيبة فيهم ستنفعل سواء نستمعون أو لا نستمعون أو نتابع أو لا نتابع ستنفعل السوشال ميديا الموجودة الآن وسائل التواصل الاجتماعي كتبت فيها شيء لا تظن ما ينفعل ولو بعد حين سيأثر الكلمة الطيبة صح تنتشر إذا كان يقول أن الرجل يتكلم عن الكلمة يكذب فيها تبلغ الآفاق من كذبة كذلك الكلمة الطيبة إذا أبلغت الآفاق لك أجر عظيم لا تكتب كلمة بسيطة لو أنا لم أعبرت و أنت لم أعبرت و الثاني لم أعبر من الذي يعبر عن كلام الجميل؟ إذا لم أثنيت على الجهود التي تقام من أي جهة إن كانت من أي أشخاص حتى لهم أشخاص بسيطين فلان ما شاء الله قدم حوار جميل فلان قدم في مجاله فلان كتب كلام جميل إذن دكتور أريد أن نستغل أيضا مجالسنا و حتى داخل البيوت حتى في جلساتنا اليومية نستغلها في ترسيخ الكلمة الطيبة والابتعاد عكس الكلام الطيب هذا ما أسألهم لكن حبيت أضيف شكل بسيط ما ذكرناها أن في جانب المدح لا يكون المدح يضر الشخص يضر لا يتجاوز في المدح حيث أن يضر مثل ما ورد في الحديث حسابه و الله حسيب و مذكر الله حد أنه و كذا و كذا لا يكون المدح يغرق مثل ما ذكرنا فإنسان يتوازن في مدحه و نشوف الأحسن و نقول بالأخير كون محسنا ولا بكلمة متعاز يعني قدم ما تستطيع و كل الله كما يريد يكون لك الله عز وجل و فوق ما تريد الله عز وجل يمكن أن تكون كلامك طيب يكون نطبك طيب يكون كلامك حسن يمكن الله عز وجل و هدو إلى الطيب من القول و الله عز وجل من أسماه طيب الله عز وجل يقبل الطيب الله طيب يقبل الطيب و الكلام الطيب يقبل الفعل الطيب فالإنسان دائما يكون مع الله عز وجل و يترك أثرا و جميلا لا تهدم إذا لم تستطع أن تقول كلمة جميلة فلا تقول كلمة سيئة تهدي مستقبلا أو تحطي مآمالا تقول كلمة جميلة تصنع شراقة و تصنع حياة و سعادة في نفس الناس و لا تجسى أن هذه الكلمة الطيبة عبادة الله عز وجل تؤجر عليها و سعادة و أنت كون الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يهديه لأحسن الأخلاق و لا يهديه لأحسنه الله عز وجل و أحسن الأقوال و أحسن الأقوال و الأقوال داخلها في الأخلاق نقول لك في ختام ذكور النصور بارك الله فيك و إجزاك الله خير و فعلا أثريتنا في هذه الحلقة والله إجزاكم خير و بارك الله فيكم شكرا لكم شكرا للمشاهدين و شكرا للجميع حياك الله اللهم بارك الله فيك أيضا شكر مصول لكم من يلحب على هذه المتابعة نشكركم على طيب المتابعة و انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة حتى ذلك الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته